أنا برضو عايز أعرف أصلي خلي بالك النقلة بتبقى قوية جدا أن أنت لما بتلعب ناشئين في النادي الأهلي وبعدين من الناشئين ده بتطلع فريق أول النقلة دي جات إزاي ولو تقدر تقولي أنا عارفك حصلك كمبيوتر تواريخي يعني بكل حاجة لا مش قوي يعني مش قوي بس أنا فاكر بتبقى عارف فاكر كل حاجة كويس النقلة بقى بتاعت الفريق من الناشئين للمنتخب الأول ودور المدير الفني للفريق الأول فايتس أعتقد في الواجه ديترش فيتسا عمل نقلة في الكرة المصرية يعني لما جاء أنا طبعاً كنت أنا جاءت من كاس عالم تحت 16 سنة أيوة؟ لقيت طبعاً ده كان حلم بقى أنت كنت بتمشي كنت تلاقي الفريق الأول نجوم الفريق الأول بقى اللي تشوفهم كابتن خطيب كابتن مصطفى عبدو كابتن طهره وزي النجوم دي ماشي جنبك في الطرق هي كتلمزة أن كله بيتمارف في التيتشك بيتشوف الناس كلها وكان يقولك وطي صوتك وطي صوتك الفريق الأول بيغير جوه يعني هكنا نجاير في القوضة فنيجي نخدنا الشاشة بتاعتنا وخارجين وطي صوتك عشان لعبت الفريق الأول بتاع الفريق الأول اللي لعبته موجودة أنا فاكر كويس قوي بعد مرجعت من كاس عالم كابتن مصطفى عبدو معادي كان بيلعب لسه كابتن مصطفى أنا أشوفه سلامه عليكو يعني زكا كابتن بس دي رد رد ما رد رحمة طبعاً طبعاً يا كده وفجأت إنه إيه إنه قال لي اسمي قال لي برافوها محمد أنت كنت كويس قوي في كاس عالم أنا بقى لعبت في كاس عالم باكليفت آه الله يرحمك كابتن طبعاً رجعني باكليفت فأنا إن الكابتن مصطفى عبدو يقولك باسمك برافوها محمد دي حاجة مشيت يومية آه سبعتاشر سنة بعدها بحوالي كم شهر كده كان الفريق الأول عنده تجمع منتخب ونقص منه لعيبة العادي فطلعنا نلعب تأسيمة قالوا هاتو عايزين مركز باكليفت عايزين مش عارف مركز إيه فطلعنا نلعب تأسيمة مع الفريق الأول اتكمل التأسيمة يعني اكمل التأسيمة بس عشان يعملوا 11 ضد 1 ايه أنا طبعاً رحت قلعت غيرت مكناش بقى مغير في قضة الفريق الأول مغير في القضة بتاعتنا بس ننزل بقى مع الفريق الأول ويدونا الطقم بتاع الفريق الأول ده حاجة بقى إيه ده أنت يعني عادت لما الكابتن أنا فاكي الكابتن عادت تأسيمة قال لي بكرة يا محمد أنت مع الفريق الأول ليلتها ما نمتش ده تمرينة تمرينة بس طبعاً حاجة بقى كان عندك 17 سنة دي كانت أول تمرينة ليك مع الفريق الأول أول تمرينة في حياتك بقى نزلت لقيت كان ساعتها بدأوا هما يغيروا يعني منتخب 87 ده منتخب مصر 87 بعد كاس الأمم بدأوا هما يبدأوا يعملوا إحلال وبدأوا يشيلوا أسامي كبيرة اللي كانت أوفر إيج أسامي وبدأوا يضخوا بقى كده بصيت لقيت يا ميها لعبة كبيرة كانوا مرحوش المنتخب يعني بس فطبعاً اشتركت في التأسيمة دي وكنت مركز جداً بقى مين بقى تفتكر بين الأسماع اللي كانت كانت كابتن مصطفى بيلعب كانت كابتن مصطفى بيلعب ده زق الكرة سرعة غير عادية وكان عناصر كابتن محمود صالح كان موجود في الدفاع كان موجود كان علاء ميقوب برضو موجود كان مصاب ما نضمش للمنتخب كان موجود كان مين تاني كان عناصر بص عشان ما تنساش حد فالمهم طبعاً هتقول لعبة التأسيمة دي الأول حسب رهبة طبعاً وكده بس طبعاً بعد كده نزلت تاني فرقيت دي وكملنا الدوري وكانوا يطلعونا لما يكون في تجمع منتخب نكمل تأسيمة نتمرن فترة مع الفريق الأول